سلامات، أهلاً وسهلاً بكم في هذه الدورة الخاصة في تعلم لغة الترميز HTML هذه الدورة ستكون موجهة للمبتدئين وسوف تمثل بوابة لدخول عالم تصنيم مواقع الويد جدول أعمال هذه الدورة سيكون على شكل التالي البداية سنعرف الـ HTML وما هو استخدامها بعدها سندرس بشكل تفصيلي ما تحتوي هذه اللغة من رموز ونرك نظرة بسيطة على الـ CSS CSS هي اختصاراً لـ Cascading Style Sheet والتي أستطيع من خلالها التحكم في كيفية إظهار عناصر الـ HTML بعدها سوف نباشر بالـ Wire Framing الـ Wire Framing باختصار هو المخطط الخاص بصفحة الـ Web المخطط يعتمد بشكل أساسي على الفكرة والموضوع الذي تطرحه صفحة الـ Web من ثم سوف نباشر بتصميم صفحة بسيطة باستخدام ما تعلمناه في الـ HTML وأيضاً سوف نلقي نظرة على الفورم التي تزودني به الـ HTML الفورم هو باختصار الواجهة التفاعلية بين المستخدم وصفحة الـ Web والتي يستطيع المستخدم من خلالها إدخال المعلومات وتخزينها على السيرفر بعد ذلك سنلقي نظرة على دمج الرسومات في دمج الرسومات سنتعرف على الاختلافات بين أنواع الصور وعلى كيفية دمج ومزج الألوان مع بعضها لإظهار وإنتاج اللوحة اللونية المرغوبة وأيضاً سنلقي نظرة على المالتي ميديا المالتي ميديا في الـ HTML هي عناصر مضافة لها في نسختها الجديدة الـ HTML5 والتي من خلالها يستطيع المستخدم التفاعل بشكل أكبر مع صفحة الـ Web وفي النهاية سنقوم بسرد ما تعلمناه في هذه الدورة مع ذكر الدورات التي نخطط لإنتاجها في المستقبل لكي تتكامل مع هذه الدورة في اكتساب المهارة الكافية والاحتراف المناسب في تصميم مواقع الـ Web شكراً لكم لحسن صغائكم وألقاكم في الدرس الأول سلام